مساء الخير هنا.. هنا.. انت تمام.. انت تمام.. بجد؟ حسنة.. حسنة.. اوه.. حسنة لازي افتر اوكي.. تمام مساء الخير من فترك بتفرج على احد الممثلين مش هو الاسمه وصعب قوي تعرفوه وممثل عنده سقر والسقر ده اسمه راهبة عنده علاقة رومانسية مع السقر ده بشكل غنيب شوية زي كده حمام انتكا وزوجته يعني يعني برضه بيحطره كاتشة بعد ضفضع وبتاعه بيأكله وحاجات كده فلما تسحلت اوه مع السقور فاكتشفت ان السقور عشان تيجي تتجوز بيعمله ايه اول حاجة السقر ببقى شايف اللي بيربيه الناحية التانية يعني هو لو سقر زكر بقى شايف اللي بيربيه انسة لو سقر انسة بتشايف اللي بيربيها زكر فطبعا الفنان ربي طبعا سقر انسة عشان بيهبش التهريك في الحاجات دي يعني المهم يعني فالسقر ده عشان يتجوزوا تعالش فيديو ده ممكن يكون فيك 100% يعني فبيرجبسوا صاحب السقر طاقية وبيمشي فلما اخذ السقر بينطع راسه والطاقية دي بتحفظ الحيوانات المنوية بعد كده بيروح يلقح الناحية التانية بقى بالحيوانات المنوية بتاعت السقر اللي في الدماغه زي طلبات كده نندوب طلبات بس مع حيوانات المنوية المهم فانا بقى بتفارج على الفيديو ده وده موضوع حلقتنا سهلت اصدقائي ببرنامج قلت لهم ايه اوسخ سلاش اغرب شغلانة اشتغلوها فانا جاي رضوك كويسة وهشاركها معاكم اولا قبل اي حاجة اي شغلانة حلال على عيني وعلى راسي كل الكلام اللي جاي ده يبقى مجرد تهريك ثانيا اول ميسج جات لي ودي اكثر ميسج بحبها قال لي انا بش اشتغلت مندوب سنتيانات والباسة وده راجل اللي بعتها لي مشكلة مش في كده مشكلة في رجال عادي بتشتغل في محلات بتبيع ملابس داخلية حبيب بس انت وقف في المحل زي الاكس بيخش لك الزبون وانت بتتعامل معاها لكن انت عارف مندوب سنتيانات والباسة كمان يعني هو ما بيبياش بجامعة يعني هو ما عوش بجامعة هو معايا فوق اتحت طب هو مندوب ده بيلف يعني؟ بيلف يعني انت لو قاعد دلوقتي في المحل انت في موقع قوة انا صنعت في مكاني زي الاكس وشغل ششتي ورشش مايو ناس دخلوا لكن في الحالة دي لأ انت بتخبط على البيب بتفتح ود وصمحت ان ده لي ماما فبتيجي ماما اكيد انت بتبص بصة بص 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 جايبها لو ايه كواس ناج جيد في وقت ده انا شايف اللي بحسن وانا هحلك ومش جايبه مسال فول لام ده وتروح فارش بقى تفارش بقى حاكتك وعارت بقى وطبعا يجي جوزها بقى لو قد تقسم له طبعا انت مندوب البسة عمره مايسر ده واحب بعيدلي كنت بخاوف في سكيب روم بس انا اتوقع انا اقول انك بيخاوف حاله بيخاوف يعني انت فاهم يعني الايس كور بتاعه بص يا ابنة ما تسيب نفسك لأفكارك وشهواتك بيحسن فيك ايه طبعا مخدوطة جارك لو ايه فتاة بص حميسه وبنطلونة محدش يغلطه يعني كنت شغال منظم مع منظم حفلات وكانت شغلتي ان انا نفخ وعلق بلالين وكنت باخد 25 جنيه في اليوم لانه كان بخيد كفاية انه يجيب يهز ببلالين حلو ده شغال كمبريسور بس انا بشعرفهم بدايق ليه يعني انت حتى لو بتاخد 25 جنيه في اليوم بس هو انت بتخسارش حاجة هو اكسوجين داخل خارج انت بقى لو زكي تعمل ايه تجيب خمس اصحابك وتاخد من راجل 25 جنيه على واحد وتدي الواحد كل واحد 15 ده تحدي من تجيب كل واحد 15 جنيه وتبقى عملت يا باش عشر من الواحد وانت قاعد في البيت تقطع لبن تقطع مقليات تزود على سرية انت واصحابك وخلاص واحد كنت بمسك الفوطة لواحد صاحبي اتمنى يبقى مدارب سباحة يكون مدارب تنس ممكن يكون بياخد دوش ممكن يكون مكواد عادي مهات صاحب اللي عن صاحبه ايه غير تعريصة وشهادة تزور وسبسكرايب بالمناسبة دي لايك وسبسكرايب وفعل واحد بكلم ناس في التليفون ببعلوهم منتجات جنسية وجل بتسعل جل جل شعر زي بتعييري مقادرق ادي كده هو بيبقى كلبشات وجل هيركود انت متخل المكلمة هلو ايوه استاذ حودة المزوخي معايا استاذ سادي استاذ ابو العز استاذ سادي ابو العز معايا ايوه فنة معك محمد عبدالعاطي مندوب شركة كلبشات زي طلباتك هاداك كور باكرك وتسائل عليه واصل موجود لما اخذها بكل الاحجام وعندنا تقسيط مع بنوك بردو سي اي بي اتش اس بي سي بي دي اس ام اتشارك انا وايجيب الكونتتكليست ازاي بتاعتي الناس اللي بتحب المزوخية اه فولورز نخش عال فولورز ماشيال فولورز كتير اوي بيجيب بكل الناس دي مزوخية انا متأكد يعني كلنا تحب تلكلبش وتحب تتكربك وتحب تفرج على العبد ده وكل الحاجات في تفسي وقت الحديقة ما عرفتش تدفع القصة وتحبست تحتي الكلبش وقت تتدرب وقت تهان برضو الكاسبانة شايفها ربحانة محظات جدا كذا واحد بعثلي طيب يا ناس بتشتكي من شغلانة البنوك اكثر ناس بتشتكي من شغلانة الدعرة يعني الناس بعتلي له يا البنوك دي اللي هو اللي هو يعني هشغال اوسر شغالة في الدنيا ايه الفتاة ليل لا انفلونسر لا شغال في بنك اتمنى قطاع البنوك يبتدي عيد تفكيره يعني انا مش عفل لي بيحصل جوه انا متخدش بنك قبل كده تقريبا بس عايز افهم ممكن اخش البنك لو عملتوني لايك وشير وصدق وفي شغلانة عبكرية اسمها اللطامة عارفينها؟ دي واحدة بتاخد فلوس وتيجي طلتم وتصوت في الدفنة والعزمة باكات حزبها وتمشي والله العزمة موجودة في الارياف وفي المناطق اللي مش بالمهيلز ودي عندها باكتجز بقى المهم الباكتجز بتاعت اللطامة دي اتوقع انها من اول بقى الدمعة واحدة يعني تيجي طاعت بعين واحدة زي محمد رمضان كده مرورا بقى باللطم بقى والسويت ويا دكري ويا سابعي وكده لغاية بقى يوقع على باكتج بقى دي بلاتينيام بقى اللي هي بتقول كلام بقى وحش ونسبة صقصة بقى وحرام ان انت بتقوليه ده وبتاعه بترمي بقى وشق هدومه بتنزل بقى في نوني معاه وتصوت وبتاعه دي على باكتج بلاتينيام دي زي جولدس جيم اسمها عبلا كامل اسمها عبلا كامل او اول الفشني في حرب اهلية اهلاء فقد واحد صاحبي كان شغال في مصنع بيقعد على كاراتين عشان ما اطرش من الهواء دقى دي عارف شوان ده اسمها ايه؟ توبا وهو ان شغالها توبا يلفو عاية اهلaning طوبا الل Leon بتلف على البحيرة دي ده لو هو بقى معايث ده صيفatell كنت شغال في اعدادي با20 جنيف الشهر في محل صيانة أجهز الكمبيوتر وصاحب محلك كل يوم بيكهربني هو ابتدى بالنوال مش عاجب المرد الموضوع الكهربة ده عادي وانا وما فكرت في الموضوع وانا هو غبي انت الراجل بيستثمر فيك يعني كل الكهربة اللي هو كهرباء لك دي واسعشين كين كان زمان دلوقتي كانت تنفعك قوي لو انت مهربتش كهربة كان زمانك ماسك والله العظيم فلوس ولا ببيتكوين معاك كم كهربة بتطلعه براحتك وراجل كان بيستثمر فيك يا حمار انت بس ما فهمتوش يعني كنت ملم قلالية البهايم عشان اوديها وزارة الزراعة يتعامل منها سمد للتربة طيب انت لو كنت انتربرنور بجد ما كنتش اشتكت كنت عملت شركة بهايم ووكينج ومشيت عندك في الكمباوند اللي هو تعالوا نماشي البهايم بتاعتكو انا سنها مش فاضية نيتماشي البهايم بتاعتها خدت البهايم ماشيتها لوزارة الزراعة شخت هناك رجعت تاني ثلاثين يوم من غير سرعي ثلاثين يوم من غير وأعتقد شركة يعني الوقت نص الكوباية العكاوي بوض دا بيشتغل ايü اشتغلت مساعد مساعد أمين مغزن دا بيساعد اللي بيساعد أمين المغزن اولا من عمر السلاما ما حوش اثنين مساعدين في الروكيشن اما عمشة دا مغزن ايه يعني ما حوش اثنين مساعدين في الروكيشن وبالنسبة لمساعد مساعد أمين المغزن دا خلاص هانت يعني الاثنين المساعدين دول اتبرزوا واحد اتقتل والتاني تسجن انت خلاص يا عام هنيالك بقى بيتعميني المغزن بقى والسلطة بقى والمركز في المجتمع والمكان اشتغلت مع الشيخ اللي كان بيحفزني القرآن ربنا اجعلهم زاد حسنا بعمل له مكارونا خواتم وبيد مسلوق مش فاهم انا مش فاهم انا دايما عندي حاجة جاهزة رد جاهز انا مش فاهم اولا ايه الغرابة دي شيخ مين ويهل مكارونا خواتم دي وانتو فين وانتو مين مين بيمولكو وليه الشيخ بيحفز محتاج واحد دايما معه جاهز بمرتب ثابت معملوا مكارونا خواتم وبيد مسلوق ويهل واجبة دي ايه الواجبة دي يعني الواجبة المكارونا خواتم وبيد مسلوق دي وقال اتمنى برضو يبقى كده بشيف مسام الشيخ وانا قريتها خلاص مش منطقي طف اللي واجبة دي ناس ايه ايه كنت بشيل الورق من على الجبنة الكيري والله عزيم شغلنا عبقرية انا عمري في حياتي بشيلت الورقة بتاعت الجبنة الكيري دي صح والله عزيم دايما بسيب حاجة باكل فويل دايما بقطع حتة من الجبنة وقال اعملها كده دايما في حاجة غلط احنا بنقاطعين جبنة لفاش كري في جبنة تانية اسمها ابو الولد والله عزيم بجلد رطيفة جدا حلو وان شاء الله هنا زور يبقى اخت الولد جبنة اخت الولد اشتغلت دعاية بسكيت للدواء يعالج قدعف الجنسي بص وفاكد انت بتستخدم سكيت بوردي دي بتأكد انت عالج قدعف الجنسي يعني ما خلاص يعني ما حدش هيشكي بص دايما شغلتي ايه با شغلتي اني بكسر بيد او بفقش بيد الودا عارفه وبيعمل ايه عسما قلش بفقش بيد دي غري ايما واحد فايومي ياما واحد بيفقش بيد باله كتير يعني لو عندي بيد عايزة فقشه بهاكلم الودا انا في العادة اذا فقش بيدي بقرأ مدمن نجاح بفقش البيض على الودا بحضن واحد على سقالة عشان ما يوقعش يعني هو واحد على سقالة وهو ماسكه حاضنه اولا حاجة الرجل دي لو فس الودا راح في 60 ده يا وولي الرجل على السقالة تاني حاجة فيك عادة واحدة في شغلان دي ما يفعش تحبه بعض بس لو بفضلت حاضن واحد 8 ساعات في اليوم كده هتحبه كده هتحبه مشاعر نحيانه فهو الشغلان ناديف اه لا زي كده بيس كيك بيس كيك مافعش تحبه بعض والله يعني ايه الميبقى في الشاننج والبنت العروسة ماينفعش يحبه ماينفعش اتنين من بيس كيك يحبه بعض مصيبة ماينفعش اتنين من بيس كيك يحبه بعض ابن خلدي كان نطاط بيخلي حيوانات تتزاوج بس ما عافش هو اشغال فيين دي لقتي ممكن ذا بان ديتشو اللي جاية موت يا اولا اشتغلت القواط قواط بالطه هو بعتالي كده في اما هو اشتغل قواط قطط مثلا نجيب قطط سيم وطه قطط ترفع دي لها وتلفها معرفش بديمش ازاي ضعارت القطط مش متابعة ياما بقى هو معرص وجاهل يعني مش عايف يكتب قواط انا شغال طباخ لوكال ده طباخ عادي بس بلابس هودية اوبر سايز من موما دهب في بقى الشغلان اللي هي التوكسيك شغلانات موظف الشهر العقاري ليه توكسيك عشان هي توكسيك اللي اتنين توكسيك اول حاجة الموظف الشهر العقاري قمص جدا اكتر من من ما يعز الدين في عمره سالمة اتنين ورجل اتناها التانية المواطن زنان وما عندوش قدنا كواعد اللوجيك يعني هو رجل منكم قاعد بيشتغل وده بيندهله ممكن تبقى انت واقف هو بيحاول يعدي من جواك هو بتاهم مش فاهم ان احنا عضلات وعضم ولا حم لا وفاكرا ان احنا ما بنلزق في بعض كانت نعمل زي السلايم بنتحول لشخص كبير بقى معاها توكيلين يعني بدل ما بنبقى داوكيلين معاها توكيلين وعقد بيعني ونصيحة برضو زي ما بتأكد كده وكل يوم قبل ما تدور عربيتك بتبص له فيه قطة عند الكويتش او تحت العربية وكده وانت خالي مصلحة حكمية اكد قوي ان مفيش مواطن متكدس بكس لازق فيك عشان ما تفضلتش بقى تروح بيه او ترفع ايدك تسلم يروح واقع حرام نصيحة اليوم انت حزيلا للشي تاهم اي حد كان في الناس الفيديو المنتشر بتاع ستاربكس بتاع سيت سنتر ألماظة دا اي حد بقى كان في ستاربكس سيت سنتر ألماظة انا محمد عبد العاطي وده برنامج محكمة الاحترامية اشتركوا في القناة